اهلا بكم من جديد معرض افريكا فود من اكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية على مستوى القارة الافريقية حيث يمنح الفرصة للمستثمرين لاستكشاف ودخول السوق المصري الكبير وصناعة الزراع المزدهرة بالقارة الافريقية كما يمثل المعارض بوابة لمثلة لها تتيح للشركات فرصة الوصول الى القطاع الزراعي الكبير في افريقيا نتابع بمشاركة 140 شركة يمثلون 16 دولة افتطح معرض افريقيا للتصنيع الغذائي في دورته التاسعة ليساهم في تنمية وتطوير قطاع الصناعات الغذائية باعتباره احد اهم القطاعات الانتاجية الاستراتيجية بالاقتصاد القومي والذي يصهم في خلق ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة المعرض ده بيضيف لي في المكان المكمل الحاجات الجديدة زي الميكسر باودر ميكسر زي جنشات شوكولاتة مكان الهايجين حاجات للعملينها جديدة للمحلات الباستري الحلويات او تقطيس الطمور الحفاظ على الامدادات الغذائية وكذلك الحفاظ على سيرها بسلاسة يمثل اولوية قصوى للدول وهذا هو الهدف الاساسي من اقامة المعرض فمن خلال استمرار المبيعات للعملاء الحاليين والعثور على موردين ومصنعين جدد من مصر وافريقيا يصهم في دعم نمو الاقتصاد والصناعة المعرض بيمثل فرصة كويسة جدا ان احنا نتقابل مع كل المصنعين الموجودين في مصر نقدر ان احنا نعرف نيو ترينز في الصناعة المصرية نقدر نعرف ايه الممكن ان احنا نقدمه علشان نقدر نطور الصناعة في مصر احنا بنمثل تقريبا حواليه اكثر من 20 شركة على مصر العالم الوكيل الحاصر اليوم في مصر فبالتالي بتبقى فرصة كويسة ان احنا نتقابل نقدر نطور ونقدر نقضي الصناعة المصرية بشكل كبير المعرض يمثل فرصة متميزة لتعميق الصناعات الغذائية وصناعة التعبئة والتغليف ومن ثم المساهمة في زيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية الى الاسواق العالمية وبصفة خاصة اسواق دول القارة الافريقية بالتزامن مع تزايد صادرات قطاع الصناعات الغذائية والتي بلغت خلال الستة اشهر الاولى من العام الجاري نحو 2 مليار و35 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و788 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي لمزيدا من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من المعرض الأستاذ مصطفى خليل مدير معرض افريقيا للتصنيع الغذائي أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ مصطفى ولو تحدثنا عن الجديد في المعرض في دورته الحالية هذه دورة التاسعة ما الذي اختلف عن الدورات السابقة؟ أهلا وسهلا بكم احنا طبعا السنة دي بسبب طبعا جائحة كورونا في حاجات اختلفة كتير جدا في تنفيذ المعرض والطريقة اللي احنا بننظم بها المعرض كانت أهم الحاجات اللي احنا بنواجهها كانت ان احنا نتأكد من سلامة العاردين والزوار اللي هيجونا من المعرض فابتدينا ان نتخذ الاجراءات الوقائية بحيث ان احنا نبقى متأكدين لكل العاردين وكل الزوار هيشاركوا بطريقة آمنة وفي نفس الوقت ابتدينا ان احنا نساعد ان في دول مش بتقدر ان هي تشارك من بره بخصوص الترافل ريستريكشن اللي موجودة في بعض الدول العالمية فعملنا موضوع اللي هو الهايبر بوث ده بيساعد ان الشركات ان هي تقدر تتقابل برضو مع الشركات المصرية وهم موجودين في بلدهم من الحاجات اللي ابتدت برضو ان احنا نساعد على ان احنا نوفرها للعاردين عشان نساحل الموضوع عملنا الماتش ميكينج ده ما بين الزائرين وما بين العاردين عشان برضو يساحل الوقت ونمنع الوقت نوفر الوقت للعارد والزائر خلال زائرة المعارد استاذ مصطفى زي ما حضرتك زي ما حضرتك ذكرت المعارد بيأتي بعد جائحة كورونا كيف تأثرت الصناعات الغذائية بشكل عام بالجائحة؟ الصناعات الغذائية في مصر يعني مصر من دور إليه لان الصناعات الغذائية بالعكس هي ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 14% في الفترة بتاعت جائحة الكورونا اللي دي كانت الفترة كويسة ان الناس بتاعت تصنع اكتر وطبعا مع موضرات بتاعت الدولة وتشجيع الصناعة وتشجيع الصغار المصنعين ابتدت ان في عدد شركات اكتر بتدخل في تصنيع الغذاء وتشنيع الشراب برضو فكانت دي الفترة انا شايف ان هي في كانت فرصة كويسة جدا لكل الشركات المصرية ان هي تصنع ويدخل في المجال شركات جديدة طيب هل انا شايف احنا معرضنا برضو بيساعد على التطوير الصناع هل في رأيك اختلف توجه المشاركين في المعرض بالزاد في القطاعات الرئيسية بنتكلم عن المكونات الغذائية التصنيع التغليف ايضا اللوجستيات التوجه الفترة اللي فاتت كان فيه طبعا في سنة 2020 كان فيه توجه الحاجات الانلاين الحاجات الديجيتل والانلاين بس طبعا موضوع الفيس توفيس الناس تقابل بعض الفيس توفيس ده طبعا يعني بعد الدراسات من الشركات كتير من ده موضوع الناس ما تدقش تستغنى عنه فده اثبتناه برضو من المعرض السنادي المعرض السنادي احنا كنا متوقعين عدد زيارة اقل في الفترة اللي هي بتاعة جائحة الكورونا في الفترة دي بالعكس تماما احنا جلنا عدد زيارات اكتر عدد شركات من برا كانوا مهتمين جدا ان هما يدخلوا السوق المصري عشان عارفين ان التصنيع في مصر مصر من اكبر الدول اللي بتصنع في افريكا والشرق الاوسط اللي بتصنع المواد الغذائية فكان الشركات مهتما ان هي تيجي ويعرضوا المنتجات الجديدة اللي تقدر تساعد مصر على التصنيع وعلى ان هي ان هما يدخلوا السوق المصري الدولة طبعا بتنفذ عدد من المشروعات الزراعية في مختلف المحافظات الى اي مدى بيخدم ذلك الصناعات الغذائية دولة عندها توجه ان هي تتوسع في المشروعات الزراعية وتوسيع الرقعة الزراعية بشكل عام ايضا وجود حاصلات انتاجياتها عالية كيف يتلأم ذلك مع الصناعات الغذائية بالذات انه النهاردة بنشهد مثلا افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدينة سايلو فود وطبعا هي هتكون يعني مجمع ضخم للصناعات الغذائية يعني طبعا كل المشاريع دي بتساعد على زيادة الاستثمارات في مصر وزيادة ان احنا بنقدر نصدر اكتر بذات للدول الافريكية في الفترة دي وده يعني متأثير الكيز الدولة وتركيزنا برضو احنا كمان كشركة برضو ان احنا بنحاول نساعد ان احنا نعمل زيادة للدخل القومي بالمعارب بتاعتنا وان احنا برضو نساعد من خلال علاقاتنا بالدول الافريكية ان احنا نجيب مشتريين نساعد على زيادة الصادرات في مصر ممتاز دائما بيتم الحديث عن مصر بانها بوابة للأسواق الافريقية ومثل هذه المعارض بتكون ابرز دليل على ذلك من خلال طبعا التفاعل ما بين المصنعين في مجالات مختلفة وايضا من دول مختلفة نحب نعرف من حضرتك الجديد اللي لمستو في المعرض من خلال هذا التفاعل وجها لوجها او فيس تو فيس زي ما حضرتك كنت بتقول طبعا التركيز طبعا على الدور افريكية الدور افريكية مهتمية جدا من هي تشتري المنتج المصري وعارفين قد ايه للكواليتي بتاعت المنتج المصري عالي احنا السنة دي شفنا زيارة كبيرة جدا من الدول الافريكية كان لسه يعني كان عندنا دليجيشن جايين من نيجيريا مخصوص ان هما يشوفوا ايه المنتجات المصرية الجديدة وبالطبع تعرفناهم على كل الشركات المصرية وده عشان يبتدوا في الفترة اللي جاي يستوردوا من مصر منتجات غذائية او ماكينات او مكونات الغذاء من مصر وهم مهتمين جدا من سوق مصري فيه دول كتيرة من افريكيا زي كينيا ونيجيريا واغندا وبرضو في بعض الدول تنزانيا برضو مهتمين جدا ان هما يجوا في مصر واحنا بالتعاون مع مجالس التصدرية في مصر احنا بنجيب عدد من المشتريين ان هما يقابلوا الشركات ونحاول ان احنا بتنظيم معارضنا دي ان احنا نرفع الصدرات المصرية ونساعد الشركات المصرية وحتى الاس ام ايز ان هما يدخلوا الاسواق الافريكية ويدخلوا الاسواق العالمية ايه اكتر الاغذية اللي بتكون مطلوبة في الدول اللي حضرتك اشرت عليها كينيا نيجيريا اوغندا اكتر الاغذية احنا المعرض من اللي هو بيركز على الماكينات ومكونات الاكل فهي ماكينات التغليف ده اللي احنا المعرض بتاعنا اكتر عن التصنيع مش عن المنتج النهائي فهو اكتر عن الماكينات يعني كل المهتمين من افريكيا بيهتموا بالمنتجات البلاستيك او الماكينات التغليف المصرية ان هي بتبقى اسعارها مناسبة بالنسبة لهم وفيها هاي كواليتي برضو في نفس الوقت وهو ده اللي كنت يعني كنت مهتمة اعرف نوع الاغذية وبالتالي نوع الباكيجينج او الماكينات اللي بتطلب اكتر نوع الماكينات من الافللينج ماشينز دي من الماكينات ٝ مطلوبة وبرضو من الانجريدينس الانجريدينس اللي هي المكونات الاكل في الفليفرز دي برضو من الحاجات المطلوبة عشان تصنيع الفليفرز بيدخل في تصنيع منتجات كتيرة من الاكل فدي طبعاً بيبقوا من الحاجات المطلوبة من الدول الافريكية شكرا جزيلا مصطفى خليل مدير معرض أفريقيا للتصنيع الغذائي على وجودك معنا وطبعا بنتمنى أن المعرض يوفق في دورته الحالية